قبل ما نبدأ الفيديو ياريت فعل جرس التنبيهات ضروري علشان في ناس كتير بتشتكي ان الاشعارات مش بتوصل ليهم في جميع الدول ارجوكم فعلوا جرس التنبيهات او اتأكد ان انت انفعل جرس التنبيهات قبل ما نبدأ الفيديو اهلا بكم في قرات مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشاهدين مكملين مع بعض النهاردة الجزء الرابع من سلسلة فيديوهات لليلة عبداللطيف وتوقعاتها للدول العربية الجزء الاول كان باسم ليلة عبداللطيف وحزن وحداد وانجاز عسكري لجيش عربي والجزء التاني كان ليلة عبداللطيف خلاف على الحكم ومشاهد دموية والتالت اللي كان لسه نازل مبارح ليلة عبداللطيف ويوم الغضب وكل فيديو فيهم في مجموعة من الدول العربية والنهاردة هنتكلم عن مجموعة اخرى من الدول العربية اللي لسه ما تكلمناش عنها في الفيديوهات السابقة واول دولة معنا النهاردة هي فلسطين وهنشوف توقعاتها لها ايه في المراحل اللي جاية من عام 2021 بتقول ان فلسطين للاسف هتشهد فيها الاماكن المقدسة باعمال عنف مع عدد من الاعتقالات لرجال دي والحدث الابرز هيخرج من مدينة غزة وان فيه انظار واعلام حول الرئيس محمود عباس لحدث صحي وكمان حكومة نتانياهو تهتز وتواجه خلافات وانقلبات وانقسمات كبيرة والموت يغيب شخصية فلسطينية بارزة والداخل الاسرائيلي يفقد الاستقرار بسبب حدث كبير داخل اسرائيل اما عن مملكة البحرين فبتقول للايلة عبداللطيف صفن ايرانية تقترب من حدود البحرين لحدث مؤسف وايضا جسر البحرين سيكون محط الانظار وحديث الاعلام بسبب تطورات مفاجأة وفيه وفودة عربية واجنبية في قصر الامير البحريني والاعلام سنقل الحدث اما عن المغرب فبتقول للايلة عبداللطيف ثورة واصلاحات في المغرب يرافقها تغيير في الحكومة المغربية ودور كبير لملك المغرب في مكافحة الفساد وسنشهد توطر في العراقات بين الجزائر والمغرب وذلك بسبب ازمة طريقة وفيه اسماء مغربية بارزة ستكون وراء القدبان اما عن الاردن فبتقول ملك الاردن سيصدر قرارات تتضمن حملة تغييرات كبرى وتساعد على استقرار في الوضع الاقتصادي والامني والسياحي في الاردن يواجه موجة كورونا الجديدة وينتهي عليها بشكل فاعل وكبير ودي حاجة كويسة كوات من الجيش الاردني تتحرك وتنتشر في المناطق الحدودية لحدث امني بارز بين الحدود الاردنية السورية واحذر يا ملك الاردن من جائحة كورونا وان تعدي على خير يعني الامور تعدي عليك على خير واحذر من فيروس كورونا ده بالنسبة لدولة او مملكة الاردن الهاشمية اما عن مصر فرايلة عبداللطيف بتقول الفنانة اصالة عشان هي قاعدة في مصر او كانت مرتبطة بطرق العريان الحقيقة انا مش شايفة ان الحدث ده او التوقع ده ممكن نحصل هي كلالة عبداللطيف بتقول انها ترجع تاني الجزهة طارق العريان واراها في حالة حزن الفقدان زميلة لها في الفن وكمان شايف الرئيس المصري بيسير بين الناس والحشود ومناطق شعبية ومصرية وده حصل اكثر من مرة بالفعل وايضا هيتنادى في الشوارع مصر كلنا السيسي وربنا معاك لحدث ما وفيه تقارب مصر قطري وتقارب مصر ايراني وشايفة انه هتحقق خلال المرحلة اللي جاية فيه تبدل للاقات المصرية والسورية تظهر للعلن خلال المرحلة اللي جاية وفيه حالة من الحزن والحداد تعم الساحة المصرية لغياب احد الوجوه المصرية الكبيرة الحقيقة كذا حد مات في 2021 من الفنانين من الناس الكبار والله اعلم مين ممكن كمان يموت من الوسط الفني او السياسي في الايام اللي جاية وعام 2021 هو عام ترتيب العلاقات مع اكثر من دولة عربية واقليمية واسلامية ومصر في 2021 ستجمع بين قوى الامن وقوى السياسة والجيش وسيقود السيسي مصر الى وجهة الادوار العربية والعالمية ومصر ستكون عنوانها الازدهار والسياحة والعمران في 2021 اما عن ليبيا فقال السيف الاسلام القذافي سوف يبدأ تحضيره تدريجيا لإعادته الى الوجهة السياسية من جديد واللواء حفتر سيقود ليبيا خلال المرحلة الراهنة بدعم عسكري وخصوصا من امريكا ومصر مع تقديم مساعدات للجيش الليبي الذي اراه يلعب دور كبير بقادة اللواء حفتر معزلة والمساعدات دي هتكون مساعدات عسكرية تحرير ليبيا من المسلحين والميليشيات واعادة الهدوء والسلام الى الربوع ليبيا وسيتم الافراج وخروج جميع السجناء السياسيين في ليبيا كما سيتم الافراج عن بعض المعتقلين في سجون ليبيا ولا دور عسكري او سياسة تركية في ليبيا خلال المرحلة القادمة وارى العسكر التركي خارج ليبيا بكده انتهينا من الجزء الرابع من مجموعة من الدول العربية لتوقعت لي ليلى عبداللطيف خلال 2021 حبينا ان احنا نقولها لكم استنونا في فيديو اخر اخر فيديو ان شاء الله هيكون برضو عن بعض الدول وتوقعاتها العامة لكل دول العالم ما تنسوش تشتركوا في القناة تفعلوا جرس التنبيهات عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة وايضا التوقعات وعن الابراج في فيديو لسه نازل من حوالي نصف ساعة او ساعة عن توقعات ماجي فرح للابراج لشهر مايو 2021 استنوا اكتر على قناة مساء الاخبار ورمضان كريم على الكل ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك والشير وكل سنة وحضراتكم طيبين اشتركوا في القناة